اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء اكد على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة من علاقات وطيدة اسهمت في تعزيز مسالة التعاون المشترك على كافة الاصيداء منوها سموه بما تحظى به علاقات البلدين الشقيقين من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قال سموه ان المبادرات التي تعزز من التعاون والعمل العربي المشترك والنابعة من ابناء الدول العربية هي محل فخر واعتزاز دائما لما تعكسه هذه الروح من حرص على توطيد التواصل بين شعوب الدول العربية وتعزيز قيم الانتماء والولاء جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني فريق منطاد الإمارات بحضور سعادة السيد فهدم حمد سالم بن كاردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة وبرئاسة الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري حيث طلع على مبادرة منطاد العرب الذي سيحمل أعلام جميع الدول العربية ويحلق في جميع الدول العربية والإقليمية وقد نوه سموه بالمبادرات الطيبة التي يبديها أبناء الإمارات على الدوام من أجل تعزيز التعاون الخليجي والعربي وخلال اللقاء طلع سموه على أهم تفاصيل مبادرة منطاد العرب ونوه بالجهود الكبيرة التي قام بها فريق منطاد الإمارات متمنيا لهم التوفيق والنجاح من جانبه أعرب الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام دائم بدعم المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز التعاون والتواصل الخليجي والعربي وما لقه فريق منطاد الإمارات من دعم وتشجيع من سموه لمبادرة منطاد العرب معربا عن تمنياته لمملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار